بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم حكم وبيان في ثنايا القرآن من أعظم الأخلاق التي يعلمها القرآن للقارئ المتدبر له أنه يجد أن الله سبحانه وتعالى إذا ذم فعلا أو إذا تحدث سبحانه وتعالى عن خطأ من أخطاء العباد فإنه لا يسمي أحدا هذا الخلق خلق من أعظم أخلاق القرآن فيجد القارئ أن الله سبحانه وتعالى في مواطن كثيرة في القرآن الكريم إذا أراد أن ينتقد فعلا أو خطأ قال ومن الناس يقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام ويقول الله سبحانه وتعالى ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويقول سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف ومن الناس من يشتري لهو الحديث من هؤلاء وما أسماء هؤلاء لم يسمي القرآن أحدا لأن مقصد القرآن لأن مقاصد الشريعة هي انتقاد تلك الأفعال هي وصف تلك الأفعال أنها أفعال سيئة وليست أفعالا حسنة ليس من مقاصد الشريعة أبدا ولا من مقاصد القرآن ولا من أخلاقه تشويه الأشخاص إشانت سمعة الناس التثليب على المسميات لا إنما الذم لذلك الفعل لا غير لأن الشخص قد يتوب لأن الشخص قد يعود لأن الشخص يرقى له الخير فليس من مقاصد الشريعة أبدا أن يشوه ذلك الشخص باسمه وبعينه يجد القارئ لكتاب الله سبحانه وتعالى أن الله سبحانه وتعالى يتحدث عن أصناف ويصفهم بي ومنهم يقول ومنهم قال ومنهم من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين ومنهم الذين يؤذون النبي ومنهم من يلمزك في الصدقات ومنهم من يقول ذلي ولا تفتني منهم ولم يسمي القرآن أحدا إنما القرآن يلفت إلى تلك الأفعال أنها أفعال ليست سليمة وأنها أفعال خاطئة وأن تلك الأفعال ذميمة فيذم الفعل القرآن الكريم ولا يذم الفاعل ولا يتحدث عنه ولا يسميه منهجية قرآن وأخلاق قرآن عظمى حتى أن الله سبحانه وتعالى إذا توعد في القرآن وإذا هدد سبحانه وتعالى يذكر ذلك بألفاظ عموم يقول الله سبحانه وتعالى ويل للمطففين من هم كل من طفف يقول الله سبحانه وتعالى ويل لكل همزة اللمزة من هو كل من همز الناس أو لمز الناس ويل الله لم يسمي القرآن إنما ينتقد تلك الأفعال هذا الخلق ينبقي أن نتعلمه أهل القرآن من القرآن الكريم أننا ننتقد الفعل للفاعل نذم الخطأ للمخطئ أننا ننصح ولا نفضح هناك أناس يريدون أن يصلحون ولكنهم يفسدون أكثر مما يصلحون لأنه يسيء أسلوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الله سبحانه وتعالى يحب الستر لعباده الله سبحانه وتعالى لم يسمي في القرآن الكريم لأنه لو حصلت في القرآن تسميات تصور لو أن الله سبحانه وتعالى سمى أناس أخطأوا في القرآن بأسبائهم لكان هذا لربما يعني يكون تعاير بين الناس يتعايرون به سيأتي شخص يقول لفلان أنت قد ذم القرآن الكريم والدك أنتم تحدث القرآن الكريم عن سوء تلك الذرية التي أنتم منهم لأصبحت تلك التسميات طريقا و سبيلا إلى أن يتعاير الناس فيما بينهم فلم يسمي القرآن لو سمى القرآن الكريم لكان في ذلك جرح لمشاعر الأشخاص الشخص إذا سماه القرآن الكريم ثم تاب كلما قرأت تلك الآية التي فيها اسمه و مذمته سيشعر بحباب بإحراج شديد و سيشعر بجرح لمشاعره أو إذا وجد في القرآن الكريم أسماء أهله و أسماء قبيلته و أسماء وطنه مذمومة و مقبحة أفعالهم سيشعر بهذه الأشياء فلم تكن و لن تكون هذه الأشياء أبدا من أخلاق القرآن و لا من مقاصد الشريعة الإسلامية الله عز وجل ينظر إلى عباده ليصلحهم و لا يريد سبحانه و تعالى أن يشين سمعتهم أو أن يشوه ذلك الشخص الذي عصه لا الله سبحانه و تعالى سبقت رحمته غضبه الله سبحانه و تعالى رحيم بالعباد لما خرج موسى عليه السلام بعد أن أصاب بني إسرائيل قحط شديد قيل أنه خرج ومعه سبعون ألف من بني إسرائيل فلما ذهبوا و تضرعوا و دعوا الله سبحانه و تعالى أوحى الله عز وجل إلى موسى أي يا موسى إن بين قومك رجل يحاربني بالمعاصي أربعين سنة و إني حرمتكم و منعتكم القطر من السماء بسبب معصية ذلك الرجل قام موسى خطيبا في بني إسرائيل فقال أيها العاصي الذي يحارب الله بالمعاصي و يبارزه أربعين سنة أخرج من بين أظهرنا فإننا قد منعنا القطر بسببك أخذ ذلك العاصي رداء و قطى به وجهه و بكى و أقسم على الله ألا يفضحه و عاهد الله عز وجل أن يتوب إليه فما هو إلا وقت يسير فتجمعت سحابه و أمطرت على الناس قام موسى عليه السلام فقال يا رب أمطرت السماء و لم يخرج ذلك العاصي قال يا موسى سترته أربعين سنة وهو عاص أفأفضحه اليوم و قد عاد إلي تائب مقاصد هذه الشريعة دائما في ستر الناس في ذم أفعال الناس لا في تسمياتهم و تشويههم أبدا فهذا ليس من أخلاق القرآن فهذا الخلق و هذه الأخلاق في النصح للفضح في ذم الفعل للفاعل في تقبيح و مذمة الخطأ للمخطئ كان هو المنهج الذي يسير عليه الأنبياء و الرسل و الذي يسير عليه الصالحون في الأمم جميعا لوط عليه السلام لما تقرأ في كتاب الله سبحانه و تعالى ما ذكرت فاحشة أقبح و أشنع من فاحشة قومه و مع ذلك لما جاء ينصحهم نوح عليه السلام لما جاء إليهم ينصحهم قال لهم إني لعملكم من القالين أنا أكره العمل الذي تعملونه أنا لا أكرهكم أنتم ولا أشويهكم أنتم ولا أثلب عليكم أنتم فإن تبتم و عدتم إلى الله سبحانه و تعالى فأنا أحبكم ولكني أكره الفعل الذي تفعلون و إذا استمريتم على ذلك الفعل فإني أبغضكم في الله هكذا هو الخلق القرآني الذي ينبقي أن يتمثله الشخص يحب لله و يبغض في الله على تلك الأفعال التي تفعل و لا يكون قصده التثليب على الناس بأسمائهم و التثليب على الناس بشخصياتهم هذا ليس من منهج القرآن و الناظر كذلك في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم يجد هذا الخلق حافلا في سيرته صلى الله عليه وسلم كان يقوم إذا خطب في الناس و يريد أن ينتقد خطأا أو يذم فعلا من الأفعال قد فعله شخص وهو يعرفه صلى الله عليه وسلم لكنه حينما يخطب ماذا يقول يقول ما بال أقوام يجعل الفعل فعلا عاما و لا يسمي صاحبه لأنه ليس القصد تشويهك أنت أيها الشخص إنما القصد أن ينتشي للمجتمع المسلم من ذلك الفعل السيء قال صلى الله عليه وسلم ما بال أقوام يشترطون شروطا ليست من كتاب الله و لا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم و قال عندما أراد أن ينهى عن رفع البصر إلى السماء في وقت الصلاة قال ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء و هم يصلون و لما جرح صلى الله عليه وسلم حتى في عرضه و في أهل بيته قام فقال إن أناسا يطعنون في عرضه كان صلى الله عليه وسلم يعم و لا يسمي لأنه القدوة التي تتمثل هذا القرآن الكريم و لما تقف على وصف عائشة رضي الله عنها للنبي صلى الله عليه وسلم لما جاءها رجل يسألها عن أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم قالت له كان خلقه القرآن هذا الموضوع لا يظن أحد أنه سهلا و أنه بسيط لا القرآن الكريم مليء بالأخلاق القرآن الكريم يدل على التي هي أقوام و يهدي للصواب دائما و الامتثال بكل أخلاق القرآن أمر ليس سهلا أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخلاقه القرآن إذا أردت أن تنظر إلى قرآن يمشي على الأرض فانظر إلى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم و إلى أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم فهو المثل الأعلى للبشرية و الله يصفه و يقول و إنك لعلى خلق عظيم نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون هذا الخلق هو خلق ننتثله في أعمالنا في تعاملنا أننا ننتقد الخطأ لا نذهب إلى التثليب على المخطأ أننا نذم الفعل لا نذهب ويكون قصدنا تشويه الشخص الذي أخطأ للأسف صار كثير من الناس اليوم ينتظرون سقطات الناس لكي يثلبون عليهم هم ويشويهونهم بأسمائهم بل إذا أراد أن ينتقد ذلك الحدث الذي حصل فإنه يبدأ بتسمية الشخص قبل أن يذكر الخطأ الذي أخطأه ينبغي ونحن نردد دائما أن القرآن منهجنا أن القرآن إمامنا أن القرآن قدوتنا أن أخلاق القرآن أخلاقنا أن أخلاق القرآن دستورنا ينبغي أن نمتثل الأخلاق التي في كتاب الله عز وجل ونكون كما قال الله عز وجل وإنك لعلى خلق عظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر